موسيقى بايولاب نظم الحمل بتخفف الحمل متابعين ومتابعين تقصر عرب الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير وصحة نسترد معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة في عموم أنحاء المملكة متوقع أن تستمر الأجواء المستقرة من نهار هذا اليوم الأربع عام مع نشاط إضافة في الرياح الشرقية هذه الرياح من شأنها أن تجعل الأجواء باردة بشكل أكبر بالرغم من هذا الارتفاع وذلك مع ساعات الصباح الباكر خلال الساعات الماضية كذلك الحال خلال ساعات الليلة القادمة الأولى توقعات كذلك الحال بتأثير امتداد لمنخطة جوية بالفترة الممتدة ما بين الخميس إلى السبت على فترات متباعدة على أنحاء المملكة هذا المنخط متوقع أن يصنف على أنه من الدرجة الثانية وفقا لتصنيف تقص العرب الممتد في شدة المنخطة الجوية الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثانية سيكون هذا المنخطة الجوي من الدرجة الثانية هذا المنخط متوقع أن يتمركز سطحيا إلى الشمال من جمهورية مصر العربية ومرفق بكتلة هوائية باردة جدا كذلك الحال رطبة بعد ما شئت الله هذا المنخطة الجوي سيؤثر على فترات متباعدة كما تحدثنا من الخميس وحتى السبت هذا كذلك الحال الهطول الناتجان هو بالتالي سيكون على شكل زخات متباعدة تبدأ هذه الأولى هذه الزخات مع ساعات فجر الليلة القادمة الليلة فجر الخميس وليلة الأربعاء الخميس على شكل هطول زخات محلية خفيفة من عمطار في ماطق متفرقة من المملكة تتجدد أيضا هذه الفرصة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة حتى ساعات صباح الجمعة الأولى فوق العيد من المناطق تكون على هيئة ثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفعها عن ألف متر على سطح البحر تمتد على أجزاء عدة من المرتفعات الجبلية في المملكة تشمل بذلك مرتفعات العاصمة عمان تنتهى هذه الفرصة كما تحدثنا مع ساعات صباح الجمعة إذن هي فرصة لفترة تقل عن ثمانية أو عشرة ساعات في الفترة المتدمة بين مساء الخميس وحتى صباح الجمعة يوم الجمعة هو يوم مستقر بارد مع ازدياد في تركيز الغبار في الأجواء من جديد مع ساعات ليلة الجمعة على السبت ويوم السبت تعود المملكة التي تأثر بهذا الانتداد للمنخفض الجوي الذي هو بعيد عن المملكة سنتأثر بذلك بتأثيرات غير مباشرة لهذا المنخفض الجوي نبدأ معكم من خلال استعراض آخر خراءة الهطول الخاصة بالمنخفض الجوي نلاحظ معكم ليلة الخميس الأربعة على الخميس بدأ هطول زخات محلية من أمطار في مناطق مختلفة من المملكة نلاحظ معكم استمرار هذه الفرصة خلال ساعات النهار الخميس ليلة الخميس على الجمعة كما هو مبين نلاحظ معكم أن كميات الهطول الأكبر ستتركز على سواحل دولة فلسطين خاصة الشمالية منها ونحو سوريا ولبنان بالتأثير المباشر لهذا المنخفض في حين هناك ارتفاع في نسب الرطوبة في طبقات الجو البنائية المتوسطة والعالية وبالتالي النشوء لسحب ركامية على المرتفعات في غرب المملكة تشمل بذلك مرتفعات الشمال مرتفعات الوسط العاصمة عمان كذلك الحال المتوسط الجنوبية على إثر ذلك ليلة الخميس على الجمعة تتهيئ الفرصة بمشيئة الله الهطول الزخات المحلية من الأمطار والبرد تكون على هيئة ثلوج فوق المرتفعات ترتفع أكثر من ألف متر عن سطح البحض نلاحظ معكم استمر هذه الفرصة نحو الساعات صباح الجمعة تنتهي تماما هذه الفرصة ساعات نهار الجمعة إذن نهار يوم الجمعة تقس مستقر بارد مع ارتفاع في تركيز الغبار على الأجواء نلاحظ معكم استمر تأثر سواحل دولة فلسطين كذلك الحال لبنان وسوريا بهذا المنخض الجوي لتعود الفرصة وتتجدد مع ساعات ليل الجمعة على السبت ونهار يوم السبت حيث تعود الهطولات أو السحب الممطرة بالدخول من الحوض الشرقي اللي بحر بمتوسط من جديد نحو أجزاء متفرقة من المملكة وبالتالي توقع تجدد هطول زخات متفرقة من المطر والبرد خلال ليلة الجمعة على السبت ونهار السبت بمشيئة الله التوقعات الجوية الخاصة بالليلة القادمة ثماني درجات مئوية هي درجة الحارة المتوقعة مع زياد تدريجي في كمية السحب في الأجواء وتهيئة الفرصة مع ساعات الليلة القادمة المتأخرة لهطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء عشوائية ننتقل معكم الآن لاستعراض التوقعات الخاصة بالثلاثة أيام القادمة نلاحظ معكم يوم الخميس أجواء باردة انخفاض من المصر الحارة اجتداد في الرياح الجنوبية الغربية وبالتالي زيادة في تأثير أو تركيز الغبار في الأجواء القادمة من صحراء مصر كذلك الحال نلاحظ معكم ليلة الخميس على الجمعة تهيئة الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر والبرد وتكون على هيئة ثلوج في المناطق ترتفع أكثر من ألف متر عن سلح البهر تشمل بذلك مرتفعة العاصمة عمان لكن تنتهي هذه الفرصة سريعا مع ساعات صباح الجمعة يوم الجمعة تقص مستقر بارد أتربة مثارة مع ساعات النهار تتجدد الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد مع ساعة الليل كذلك الحال تمتد الفرصة نحو يوم السبت بمشيئة الله إذن منخض الجو من الدرجة الثانية ويمتد في تأثيره ما بين الخميس والسبت مع تقص مستقر خلال نهار الجمعة وهطول لزخات متفرقة من المطر والبرد والثلوج لكن لفترات قصيرة ومتباعدة كان كل ذلك حتى الله اشتركوا في القناة